اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التي يقدمها لكم استدهات هيئة لذاعة الاثيوبية انا عبد الرحمن عقدت لجنة الحوار الوطنية الاثيوبية منقشة عبر الانترنت مع الجارية الاثيوبية في اوروبا وفي منتدى النقاش الذي تم بمشاركة عديد من الاثيوبيين الذين يغيشون في اوروبا في عملية التشاور الوطنية والدعم الذي ينبغي ان يقدمه للبلاد وقدم اعضاء اللجنة عروضا حول اللجنة وعمليات التشاور والحوار الوطني حيث تناول الاعضاء المفهوم الاساسي للتشاور الوطني وفوائده الاثيوبيا والانشطة الاساسية التي تقوم بها المفوضية والاطار القانوني الذي تحكم المفوضية بموجبه وبعد العرض جرت مناقشات بناءة وتم تقديم توصيات مختلفة حول الطرق التي يمكن للجنة ان تعمل بها بالتعاون مع الاثيوبيين الذين يعيشون في اوروبا وتشير المعلومات الواردة من اللجنة انه سيتم عقد مناقشات مماثلة مع الاثيوبيين في اجزاء اخرى من العالم لجمع الافكار التي ستكون كمدخلات اساسية لعملية الحوار الوطني عقد وزير المالية الاثيوبي السيد احمد شدي اجتماعا غزاريا لمبادرة القرن الافريقي في بروكسل كما التقى بمسؤولين من الاتحاد الاوروبي وشارك وزير المالية الاثيوبي والرئيس الحالي لمبادرة القرن الافريقي في رئاسة الاجتماع الوزاري التاسع عشر لمبادرة القرن الافريقي مع نائب الرئيس مارغريت شيناص لمفوضية الاوروبية في بروكسل وحضر وزراء مالية منطقة القرن الافريقي وشركاء التنمية بما في ذلك البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الاسيوي وبنك الاستثمار الاوروبي وفرنسا والمانيا وهولندا والمملكة المتحدة وفقا لسفارة اثيوبيا في بروكسل بالاضافة الى ذلك شارك في هذا الحدث ممثلون عن القطاع الخاص والمجتمع المدني في بروكسل ويركزون على المسائل التنموية وشدد الوزير على ان مبادرة القرن الافريقي كانت فعالة في التركيز على التكامل الاقليمي الذي يشمل تطيير البنى التحتية وتسهيل التجارة وتحقيق لانجازة المشجعة قال الملحقون العسكريون المقيمون في العاصمة الاثيوبية ياديس ابابا انه يتعين على الافارقة استخلاص الدروس من القوات الجوية الاثيوبية التي تعمل على رفع قدراتها وتطويرها طوال 88 عاما مضت وكجزء من الحفل الختامي للذكرى الثامنة والثمارين للقوات الجوية الاثيوبية قامت القوات الجوية الاثيوبية والقوات الجوية الاماراتية بشكل مشترك بأداء عرض جوي بحضور رئيس الوزراء والقائل العام للجيش في بيشوفتو وقال المحقون العسكريون من جنوب السودان والسنغال وفرنسا المقيمون في يد سبابا ان المعرض الجوي كان مثيرا للعجاب ومثاليا للدول الافريقية واشاروا لان القيمة الاساسية والكفاءة المهنية والتكتيكات والتقنيات التي لدى طياري القوات الجوية الاثيوبية متقدمة وقال الملحقون انهم يقدرون هذا التعاون والتآزر بين اثيوبيا والامارات العربية المتحدة كما يجب على بقية الدول الافريقية ان تحكي مثل هذا النوع من التدريبات التعاونية وتشارك في مثلها انطلقت اعمال الندوة العاشرة رفعت المستوى حول السلم والامن في افريقيا بمدينة وهران شمال غربي الجزائر بمشاركة وفد اثيوبي برئاسة السفير نبيات جيتاتشو سفير اثيوبيا لدى الجزائر واكد السفير نبيات خلال كلمته في الندوة على ضرورة ان تستمر هذه الندوة كمنصة قوية لتوحيد الاجراءات وحشد الجهود لحمغة السلام والامن في افريقيا وذلك في ظل التحولات السياسية الكبيرة على المستويين الاقليمي والعالمي وسلت السفير الضوء على التقدم الملحوظ الذي حققته اثيوبيا في تنفيذ اتفاقية بريتوريا حيث تحتفل البلاد بالذكرى السنوية الاولى لابرامها وعرب عن امتناده للدور الحيوي الذي يلعبه التضامن والدعم الثابت من جانب العضاء الافريقيين الثلاثة في مجلس الامن ويبحث المشاركون في هذه الندوة افضل السبول من اجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في دبلوماسية افريقية فعالة ومتميزة ذات تأثير من اجلس التباب الامن والاستقرار في المنطقة كما تهدف الندوة الى تعزيز صوت الكتلة الافريقية لدى مجلس الامن الدولي ومختلف المحافل الدولية قال الشيخ الدكتور حجي ابراهيم تفا رئيس مجلس الاعلى للشيون الاسلامية في اثيوبيا ان تاريخ مساهمة سلاطين اقليم عفر في الاسلام اثيوبيا سيبقى مخلدا في الاذهان جاء ذلك خلال حضور الشيخ كضيف شرفين في افتتاح دورة بناء قدرات العلماء التي بدأت في مدينة سمراء باقليم عفر وذكر الحاجي ابراهيم ان المساهمة كبيرة التي قدمها سلاطين عفر في اوقات مختلفة لديهم لدينهم وشعب عفر والسلام في اثيوبيا لن تنسى ابدا كما شر إلى ان المنطقة ليست ثروة عالمية فحسب بل هي ايضا ارض كبار العلماء دوي المعرفة والعلوم الدينية الواسعة ودع الرئيس الذي قال انه سيتذكر دائما هالي عفر في قلبه المجلس الاعلى للشيون الاسلامية في المنطقة للتنسيق بين الناس والقيام باعمال السلام والتنمية بشكل افضل اطلقت سفارة الروسية في اديس ابابا دورة دراسية في الجيولوجيا في مركز بوشكين بالعاصمة اديس ابابا وقال سفير روسيا لدي اثيوبيا افكيني تاريكين ان الفصل الجيولوجي الذي يحمله اسم الجيولوجي الروسي الشهير كاربينسكي لما افتتاحه في مركز بوشكين فيما يتعلق بزيارة رئيس وكالة الجيولوجيا الروسية افكيني بيتروف الى اثيوبيا يعقد اجتماع وقال السفير انه سيتم اقامة حدث خاص خلال هذا الاسبوع في اديس ابابا كما ان اللجنة الاثيوبية الروسية المشتركة لتعاون الاقتصادي والتجاري ستبدأ عمالها الرسمية وقال السفير بالتزامن مع وجود رئيس وكالة الجيولوجيا الروسية في اديس ابابا قمنا من الترتيب باطلاق فصل جيولوجي خاص في مركز بوشكين للطلاب الاثيوبيين الذين يرغبون في الدراسة والحصول على المعرفة الاولية بالجيولوجيا ويعتبر مركز بوشكين منصة لتنمية الثقافة متعددة الاطراف والعلاقات التاريخية بين شعبي اثيوبيا وروسيا ناقش سفير اثيوبيا لدى جمهورية باكستانا الاسلامية سفير جمال بكر مع وزير الاعلام والاذاعة والشؤون البرلمانية الباكستاني في حكومة تصريف الاعمال مرتضى سولانجي المسائل ذات الاهتمام المشترك في ذلك التعاون الثنائي في وسائل الاعلام وعرب السفير جمال بكر عن اهتمامه الشديد بازاء بدي عملية تعاون بين الاذاعة الحكومية في البلدين لتبادل المعلومات وتعزيز الثقافة والسياحة وفق الوزارة الخارجية الاثيوبية ومن جانبه اشهد وزير الاعلام والاذاعة بالتقدم الاقتصادي الذي حققت هو اثيوبيا تحت قيادة رئيس الوزراء دكتور ابي احمد واقتراح مبادرات مختلفة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاعلام اجريت مناقشات مع مختلف المستثمرين الدوليين المهتمين بالمشاركة والاستثمار في انشطة تربية الحيوانات متعددة لأوجه التي يتم تنفيذها في اقليم السومة وتباحث عبد نور نائب رئيس المكتب الاقليمي للتنمية الرعوية مع المستثمرين الهلود المهتمين بالاستثمار في تربية الايبل الحديثة التي تتم في مناطق مختلفة من المنطقة وقال المستثمرون انه مهتمون باستخدام عمليات تربية الايبل الحديثة في اقليم السومال خاصة في قطاع انتاج حليب الايبل وخلق فرص عمل لشباب الاقليم وتشير المعلومات الواردة من مكتب الاتصال في المنطقة الان المستثمرين قاموا بزيارة المصانع الحديثة لانتاج حليب الايبل مع المستثمرين المحليين في الاقليم العاملين في الانتاج الحديث لحليب الايبل اشتركوا في القناة سليمان دادفو الرئيس التنفيذي للمجموعات الهندسية الاثيوبية ونائب رئيس المبيعات والتسويق في شركة أفتوفاز الروسية للسيارات إليا سافينوف وبموجب الاتفاقية ستبدأ المجموعة الهندسية الاثيوبية في تجميع سيارات لادا وستشضع في الانتاج الكامل محليا وتصديره إلى الأسواق الافريقية بعد تلبية الطلب المحلي وصرح إليا سافينوف خلال مراسم التوقيع أن الشركات الروسية تبدأ اهتماما كبيرا بالاستثمار في السوق الاثيوبية وضف أن منتدى الاستثمار الروسي الاثيوبي المقبل سيوفر فرصا لتعزيز علاقة الاستثمار بين البلدين من جانبه دعا السفير سليمان دادفو الشركات الروسية لاستكشاف فرص الاستثمار المزدهرة في اثيوبيا متعهدا بالتزام الحكومة بتقديم الدعم الشامل للشركات المهتمة بالانخراط في سوق البلاد وكان السفير الاثيوبي في موسكو تشام اوغالا قد أعلن سبتمبر الماضي أن اثيوبيا ستفتتح على أراضيها مصنعا لسيارات الادا الروسية لتصدير هذه السيارات للأسواق الافريقية مشاهدين وفي ختام النشرة تذكيروا بأبرز العنو لجنة الحوار الوطني تجري نقاشا مع جالية الاثيوبية في أوروبا وزير المالية الاثيوبية عقد اجتماعا وزاريا حول مبادرة القرن الافريقي في بروكسل مشاهدين الكرام هذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم شكرا لكم على حس المتابعة وحتى نلتقي في نجارات قادمة دمتم سالمين شكرا لكم على اشتركوا في القناة